المساعدات الأممية تتحول إلى وقد حرب للحوثيين في معظم جبهات القتال هنا في هذه المواقع تتكدس بقايا المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لمن يفترض أنهم المدنيون الأشد احتياجاً كاشفة عن أكثر التجاوزات التي يمارسها الحوثيون وضوحاً حيث يجري تحويل مساعدات كهذه لصالح المجهود الحربي للجماعة الإنقلابية حرب موازية وأشد وقعاً تخوضها جماعة الحوثي الإنقلابية على اليمنيين وهم شريحة واسعة ممن أفقرتهم الحرب إذ تذهب المساعدات المخصصة لهم إلى مواقع القتال لتمنح الجماعة الإنقلابية فرصة لمضاعفة معاناتهم الاقتصادية والإنسانية والنفسية مع استمرار هذه الحرب دون أفق استجابة لدعوة الأمم المتحدة أعلن في التاسع من هذا الشهر عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد لم يكترث له الحوثيون وواصلوا القتال مستغلين التزام القوات الحكومية بالقرار المعلن من جانب الرياض لتعود أجواء المعارك إلى طبيعتها وربما أكثر عنفاً في ظل ما يتوفر للحوثيين من إمكانيات للحرب مصدرها الأمم المتحدة أدركت الأمم المتحدة منذ وقت مبكر أنها أحد الممولين الرئيسيين لمعركة الحوثيين ضد القوات الحكومية وضد الملايين من الفقراء القابعين في مناطق سيطرة هذه الجماعة المسلحة عندما كانت تقديراتها تشير إلى أن الجماعة تبيع هذه المساعدات لدعم مجهودها الحرب لم يكن الأمر قد تكشف بهذه الصورة التي تظهر الحوثيين وهم يستخدمون المساعدات في تأمين الاحتياجات الغذائية المباشرة لمقاتليهم في الجبهات وعلى نحو تحضر معه شعارات الأمم المتحدة بقوة في المواقع والمتارس بذخيرتها الغذائية التي تمنح الجماعة الإنقلابية فرصة كاملة لمواصلة حربها على اليمنيين دون هوادة برنامج الأغذية العالمي في اليمن وفي أول تعليق على الفيديو الذي يجري تداوله على نطاق واسع أوضح في بيان الله أنه علم بالفيديو الذي يظهر مواد إغاثية تحمل شعار البرنامج على خط المواجهة في صرواح مؤكداً عدم قبوله بأي تحويل لمسار المساعدات الغذائية الذي لا يتماشى مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة في اليمن يأتي ذلك بعد عشرة أيام فقط من تأكيدات صادرة عن البرنامج بأنه سيخفض إلى النصف المساعدة التي يقدمها للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوتيين ابتداء من منتصف هذا الشهر بعدما خفض المانحون التمويل بسبب مخاوف مصدرها أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات لمستحقها